والآن اسمحوا لنا بأن نلقي نظرة على الصورة الأولى التي لدينا أمام حضرتكم خبر أسارة فرحة لدى كثيرين على السوشيال ميديا متعلق بما أحرزته القوات السودانية من تقدم باهر للغاية متعلق بالعاصمة الخرطوم الجيش السوداني يعلن استعادة مقر الإزاء والتليوزيون في أم دورمان إذن بشرناكم منذ أيام سابقة بهذا الحدث وهذا يثبت بأن الحمد لله التوقعات كانت في محلها الصحيح فيما يتعلق بالبشريات التي نبشركم بها مشاهدين الكرام يمكن خرج حمدتي وأنصار حمدتي وردوا علينا وأشاروا إلى أن ما يذكر في الإعلام الداعم للشعب السوداني ما هي إلا إدعاءات كاذبة وباطلة وأن ميليشيا الدعم السريع هي من تحقق التقدم لكن أمام حضرتكم النصر المبين للجيش السوداني فيما يتعلق بهذه المنطقة الحيوية والهامة فيما يتعلق بهذه المنطقة الاستراتيجية بما تحمله من دلالات كبيرة وعظيمة خاصة التي نشير لها بالأماكن الحيوية في العاصمة الخرطوم ومن ضمن هذه الأماكن مبنى الإذاعة التلفزيون ومحيط مبنى الإذاعة التلفزيون يمكن الجيش السوداني يتقدم في عدة محاور ومدرمان القديمة تشهد معارك ضارية وتقدم كبير للجيش وسيطرة على استاد المريخ واستاد الهلال ومواجهات شرسة في بحري ومواجهات قوية في عدة جبهات بالعاصمة الخرطوم